في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف بسودان ومصر وصل البلاد المسال يوم ووفد اللائمة والواعفات بوزارة الأوقاف المصرية وكان في استقبالهم بمطار الخرطوم وكيل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المكلف دكتور أسامة البطحاني ورئيس مجمع الفقه الإسلامي وسفير جمهورية مصر بالسودان ومدير الأوقاف وقيادات الوزارة واتات زيارة وفقا للبروتوكول المشترك الذي تم الاتفاق عليه بانا زيارة سيد نصر الدين مفرح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للقاهرة مؤخرا من جانبه رحب السفير المصري بالخرطوم حسامة بسامة بزيارة الوفد والتعاون الدعوي بين البلدين أكد همية الزيارة التي تطوف بعض ولاية السودان لتبادل الخبرات ونقل التجارب الثقافية وسيخاطب مفرح غدا لاثنين لقاء الجامعة للأمة والواعظات من الجانبين السوداني والمصري بجمعية القرآن الكريم